أهلا وسهلا بكم في النقاش ونقاشنا مرة أخرى عن لبنان خاصة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري سعيد بأن تكون معنا أعتقد للمرة الأولى في الستوديو نادا ذوهي أستاذة جامعية وباحثة سعيد بن يكون معنا أحسن مرتضى وهو عضو حركة مواطنين ومواطنات في دولة وغني عن التعريف معنا أيضا طارق وهبي وهو محلل سياسي أهلا وسهلا بكم في لبنان هناك أصول دستورية الأصول الدستورية تقضي يعني يكون هناك حكومة تقوم بتصريف أعمال وأن يكون هناك استشارات نيابية مع الكتلة النيابية الموجودة في هذا المجلس يعني مجلس القوى السياسية الذي لا يريده الحرارة لأن لا يتغيري شيء خليك معي لا تستطيع لا تستطيع تتجاوز تقفز هذا الموضوع يعني الآن بدأنا نحتارم الأمور الدستورية حينما كنا نمدد للمجلس ديابي كنا نحتارم الدستور حينما قررنا من 30 سنة كان فيه بالدستور استاذ حسين لا أنا عم بحكي مش إذا بتريد خليك معي حينما قررنا يعني الدستور حينما بيعجبنا من استعمله حينما ببطل بيعجبنا من بطل من استعمله حينما حكينا عن إلغاء طافية سياسي في دولة مكثوا في الصحات صحيح ولا يجب أن يخرج خفى الحرام مهلة عشرة أيام أليس كذلك عشرة أيام من تشكيل الحكومة لا يجب أن يخرجوا لماذا لأنه واقع الأمر سيد الكريم أنه هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة يعني هلأ نحن بعد مربحنا شيء لأنه هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة منذ زمن وقع الأمر مستقيلة من مسؤوليتها مستقيلة من مسؤوليتها لأنه أصمت اللبنانيين إضافة إلى تقسيم إلى مذاهب وطوائف أصمتهم إلى أصمين أصم مثل ما تعرفوا مثل ما كلنا منعرف يعاني للوصول إلى الطباب يعاني للوصول إلى الغذاء الموصوق يعاني للوصول إلى التعليم ويرزح تحت بطالة وتلوث هائلين وقسم مهجر طبيعي أنه هجرت القسمة الثانية طبيعي أن هذه الثورة أعادت تجميع تجميع أعادت تجميع هذه الأقصام ولكن نحن على الرغم من الإذلال والتشريد التي استسببت في هذه السلطة على مدى كل السنوات ما يحرك الناس نقصد مدى ثلاثين سنة على مدى ثلاثين سنة ومقابل طبعا الميليشيات لأنه لحتى ما يفكروا أنه هن يريدون يرجعوا جماعة الميليشيات والمليارات المشبوهة فإذن على الرغم من هذا نحن ما بيحركنا لا شقد ولا ضغيني ويقع الأمر جيد اللي بيحركنا هو تكوين مستقبل أفضل لنا ولجميع أبناء هذا الوطن كل أبناء عبر أمور دستورية ولكن أيضا اللي بيحركنا بالدرجة الأولى المسئولية اللي هي ربما منحكي فيها كيف هذه الحكومات المتعاقبة لم تتحمل المسئولية بأي لحظة وبالتالي نحن هلأ بلحظة مسئولية لأنه هلأ إذا بدنا نحكي منعطي عشر تيام ومنعطي عشرين يوم ربما تكونوا بتعرفوا أكتر مني بأنه لحظة اللحظة اللي نحن فيها هي لحظة أزمة اقتصادية صعبة جدا أزمة سيولة خلينا نحكي نحكي فيها فينا نقول كيف وصلنا لهون إذا بتحبوا كيف وصلنا لهون ولاش ولاش نحن بحاجة لقرارات استثنائية ندى نقاش تفاعل ناس اللي نزلت على الشارع بالملايين مش نزلت ضد هؤلاء الناس مش نزلت ضد هؤلاء الناس اللي هني موجودين بالسلطة تقصد ذات حضرتك حضرتك سيدة ندى سيدة ندى تقولين أنه نحن التغيير اللي بدنا يا بدنا نعمل مثل إدارة وزراء لكن هلأ التغيير هلأ نرجع نجيب الحكومة هي ذاتة وندوره نحط كل واحد بمطرح مختلف نغيره قالت أنا ما حكيت هيك أبدا التغيير لا يمكن فهمت عليك سيدتي التغيير لا يمكن أن يكون إلا من خلال تغيير النظام الطائفي القطع مع الماضي القطع مع الماضي يعني تغيير النظام الطائفي نظام نظام الطائفي نظام من أدوات نظام الطائفي أنا بس بدي أعرف شو المشكلة اللي خلتنا نوصل له هون من أدوات النظام الطائفي هي الزبائنية والزبائنية هي اللي خلت بأنه الدايم وصلنا لمطرح الدايم وصل لهذا الكمية الزبائنية والحشد الطائفي نحن وصلنا هلأ لنحظة بحاجة لإنقاذ. إذا ما اعتقدين بأنه نحن ضمن الطقم السابق. منرجع من عيد ومنرجع من غربلهم لهؤل الناس. ونرجع من خليهم ونغيرهم. فما في مرابع ثائد من يكون عالم أي تغيير. وأنا برجع للأستاذ حسين. أرجوك أستاذ حسين. أنا سمعت للوزير شرب النحاس. وسمعت العدد كبير من الذين ينظرون علينا بهذا الموضوع. علمه أنه أنا أعتبر أن الوزير النحاس حتى اللحظة هو الوحيد القادر أن يعطيك أرقام حقيقية. يعني اللي بيسمع مؤابلته على السيانان يسمع جيدا ما معنى عندما يقول أن حاكم مصرف لبنان هو موظف إداري لدى السلطة السياسية على كان السلطة السياسية أن تقوم بعملها. وانا وفق الرأس. ولذلك يجب أن يكون الوزراء. يجب أن لا يكون الوزراء مجرد موظفين. أكيد. لذلك نحن لا نبحث عن وزراء تكنقراط. نبحث عن وزراء سياسيين عندهم الجرأة والمعرفة. تماما مثل ما عم بتقول عندهم الجرأة والمعرفة. زي. لأنه هؤلاء الناس حينما بدون يروحوا. هؤلاء الناس حينما بدون يروحوا. بدي أرجع على المشروع. حضرتك تريد مشروع جديد للبنان. لن يتمزالي. حضرتك المشروع. بس تكون من الناس مش تكنقراط بمعنى أنه إجر بالبون وإجر بالفلاحة. نعم. لأنه كله نسمي بالبنان. من الناس عارفين. نعم. عندهم الخبرة. نعم. وعندهم المعرفة. نعم. وأيضا عندهم السلطة. لذلك نحن بحاجة إلى حكومة. هذا كثير من السلطة. صرت بحلتين. حكومة بصلاحيات استثنائية. لبنان لم يرى هذا الوضع. صحيح. أستنف المديوني. المشكلة للموضوع المديوني. هو تراكم. تراكم حكومات. مشاريع تراكمت. يعني. لأي. لأي. لأ الباري. كنت عم بسمع على موضوع سد بصري. مثلا. لأعطيك مثل. منطقة جميلة جدا في الجبل اللبناني المطلة على البحر. منطقة فيها آثارات ترجع إلى العصر المسيحي الأول أو المسيحي الثاني. لا أعلم إلى أي عصر. وموجود فيها. تقرر الدولة أن تقوم بها ماذا؟ سد. للمياه. طلعت القصة أنه وراها هناك عمولات لها علاقة بشركات. لا لأنا سد المياه. لذلك. لذلك. هدا السد بتعرف قداش كلفته. هدا السد بتالف مليار ومئتين مليون دولار. مليار ومئتين مليون دولار. مين بيأمنون بيأمنون قرد. خليني. من البنك الدولي. ولشو هدا السد. هدا السد لحتى يجيب مي على بيروت. بيروت اللي هي منها بحاجة أساسا لماي. لأنه سبعين بالمية من ميطة. سبعين بالمية من ميطة بتجي منها بعشعيتها. المشكلة الأساسية أنه القناية اللي بتوصل المياه على بيروت عمره مئة سنة. وبالتالي هالقناية مخرمة. فأنت عندك سلة مخرمة. شو بتعمل لحتى تحل الموضوع. بتغير هالسلة هاي ولا بتحط مية زيادة. لا بتغير. لا. ليش لكن هون اختاروا أنهم يعملوا سد. لأن الطائفية لأدات التنفيذية هي الزبائنية. بتخلي بأنه منعطي مشروع لحدا هون. بيستفيد من هيدا المشروع. لا هذا موضوع ما عرفوا كلنا أستاذ. مش معناته أستاذ طاري. نقطة مهمة. نقطة مهمة أستاذ طاري. أنا بدي أحكي بالمستقبل. اسمحني كفي هاي الفكرة. شو الغد. شو الغد يا أستاذ. نعم نعم نعم. لح نجي على الغد. ما منوصل الغد إلا ما نفهم الماضي. ما نفهم الماضي جيدا. هل الشعب من بعد ما نحنا نعمل هذه الحكومة الانتقالية. ونرجع بعدنا إذا طلبنا بانتخابات نيابية مبكرة أو لا. إذا نترنا سنتين. هل بعدنا الشعب هو مؤهل أنه يرجع. ما يرجع يعمل نفس الأخطاء تبعا ما ده. يرجع ينتخب الناس عن جد فعلا علمانية وبدوا نشتغلوا للبلد. شكرا لا سؤالك لأنه هذا الشعب وقع الأمر. أنا أحبه كما هو. نعم. نحن من صغلتنا من هلأ لهم سنتين نشتغل معه. أنا برأيي الحكومة هي لإدارة شؤون البلاد. إذا أنت بتجيب مموظف عندك ما لح تستفيد. بدك شخص له ثقل سياسي يأتي وله علم بما يعرف. يعني اليوم وقتل كان الوزير لحاس وزير عمل ورفض أنه يكون الأموال التي كانت لصندوق الضمان الاجتماعي أن تذهب لصندوق الضمان الاجتماعي قدم استقالته وقال لهم روحوا أنت ووزارتكم ما بدي إياكم. اليوم نحن بحاجة لرجال تقف بهذه المواقف لأن الحكومة الانتقالية معناها أن تأخذ مسئولية بمشاريع ودعونا نبحث بشؤون لا علاقة كيف ندير الدولة من أجل المواطنين ليس من أجل السياسية الدولة المدنية. أنا تعرف شو بدي أعمل بدي عيد اللي أنت قلته ليش بدي عيد اللي أنت قلته لأنه وقت اللي منكون عم نعيد بنكون عم نوصف الأمور اللي نحن فسمح لي عيد اللي أنت لاتفضلت فيه أنه يجب بهذا الوقت اللي هو استثنائي. حنرجع نحكي ليش استثنائي أن نشكل حكومة من شخصيات سياسية موثوقة من خارج من كان في السلطة خلال 30 سنة الماضية وميليشيات الحرب اللي أثبتت عدم مسؤوليتها. وهذه الشخصيات يجب أن تكون قادرة وعارفة وعندها الاستقلالية والجرع. والجرع وعندها الاستقلالية والجرعة لتاخد قرارات قرارات صعبة. نحن من حس نحن وقع الأمر ما أدرانين نتفاوض مع السلطة لأنه ليس هناك شيء يتفاوض عليه. للأسف وصلنا على مطرح في عنا تقريبا تقريبا الموضوع الرياضي. أنا بريد عمل بمجاة الرياضية تقريبا عنا موضوع الرياضي. أنت بحاجة هناك تقريبا حل واحد اللي هو الحل اللي كنا عم نحكي عنه. يعني بعض الناس مثل الأستاذة ندق قد يقول أنه كنا نحن عايشين مأساة. مش نحن عايشين مأساة من الأشياء اللي حكينا عنه على مستوى الطبابي على مستوى التعليم. يعني فشل على كل المستويات. بعض الناس يقول لاش لأنه في خطاب يخوف الناس سواء يخوف الناس من الحرب الأهلية أو يخوف الناس من الإفلاس اللي نحن للأسف وصلنا له. فالشي اللي بدي أقوله للناس لكل الأحبة لكل الأحبة اللي بعدهم ما تظاهروا واللي هني بيعرفوا أنه مطالب المتدرين. هي نهارتي أم لأ؟ لا 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 ما عم بسوى رأيك. طبعا فالشي اللي بدي أقوله الأستاذة ندق أنه ما بقى فينا نرجع حتى المأساة اللي كنا عايشينها ما بقى فينا نرجع إلى. يعني خلال العشرين سنة الماضية يعني معقول يجي هلأ ناس يقولولي أو أستاذ طارق أنه يقولولي أنه خلال العشرين سنة الماضية كيف كنا نحن أدرانين عايشين وعننا هالدولة اللي عنا هالسلطات هالسلطة اللي ما عندها مسؤولية. بس الاقتراح اللي كان عم يحكيه الأستاذ طارق اللي هو حكومة مؤلفة من شخصيات موثوقة لديها المعرفة والجرأة والاستقلالية والحكومة السياسية لتقدر تنائش. أعتقد أنه إذا طرحنا هذا الاقتراح على الثوار فهني حيقبله. بس اسمح ليقول شغلي لأنه أحكينا بموضوع. بس باختصار لأنه لا بد أن ندق أن تنهي الوحيد. نعم لم نتكلم شو اللي لازم نعمله هلأ الشعب اللبناني أيها الأحبة الشعب اللبناني. بعض الناس بسبب التجيش الطائفي والتخويف من حرب أهلية ومن مشاكل أمنية ومن التدخلات الخارجية. بل ما شارك بهذه الثورة مؤخرا وبلش يشعر بأن هذه الثورة لا تشبهه. أحبائي إذا أنتوا هلأ شاركتوا إذا شعرتوا أن هذه الثورة لا تشبهكم فلأنكم لستم فيها حتى تشبهكم انضموا إلى الثورة لأن مطالبها محقت.